قلصت الحكومة التركية من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين ما يعني أن الأزمة التي يواجهها اقتصاد البلاد لن تكون مجرد أزمة عابرة اعتراف ضمني بالأزمة هذا ما تضمنته خطة الحكومة التركية الاقتصادية للسنوات الثلاث القادمة فالخطة التي كشف عنها وزير المالية التركي وصهر أردوغان خفضت توقعات النمو الاقتصادي في 2018 من 5.5% إلى 3.8% وإلى 2.3% في عام 2019 كما رفعت الخطة في نفس الوقت من توقعات تضخم إلى 21% في عام 2018 و16% في عام 2019 ما يعني أنه سيبقى بعيداً عن مستهدفات المركزي التركي البالغة 5% لفترة طويلة ما يطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول السياسة النقدية في ظل تهاوي سعر الليرة الأمر لم يقتصر على ذلك فقط فالخطة تضمنت أيضاً خفضاً للإنفاق الحكومي أدى إلى تعليق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي ومراجعة برامج التأمين الاجتماعي وبرنامج تنشيط الصادرات إجراءات الحكومة تضاف إلى سلسلة خطوات سابقة من المركزي التركي لإنقاذ الاقتصاد كان أبرزها رفع معدلات الفائدة إلى 24% وخفض متطلبات الاحتياطي ورفع حدود سقف الإقراض ما يؤكد على أن أزمة الليرة ليست مجرد أزمة مصطنعة كما يدعي أردوغان لكن في نهاية الأمر ستبقى النتائج على أرض الواقع هي ما يهم المستثمرين ولعل أبرزها التأكد من تخلي الحكومة عن استخدام القروض والاعتمان في دعم النمو الاقتصادي للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع نرحب بداية بضيفنا من القاهرة أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة دكتور حسن الصادي كما سينضم إلينا بعض قليل من لندن أيضا سلام سرحان الباحث في الشؤون الدولية والاقتصاد السياسي أبدأ معكم بداية دكتور حسن من ما تم الإعلان عنه مؤخرا في تركيا الخفض الحاد لتوقعات النمو الاقتصادي للعامين الحالي والقادم إلى أي حد يعد مؤشر على عمق الأزمة بالتأكيد مجموعة القرارات الإصلاحية والحزمة الإصلاحية في الاقتصاد التركي التي تم الإعلان عنها كلها تدل على أن تركيا دخلت في الألموس في البلاك هول أنه هو مجموعة الإجراءات كلها تنم عن عدم قدرة على السيطرة على الاقتصاد الفاضرة القادمة هو يتجه نحو الانكماش التلقائي أو الانكماش الاختياري هو اختار أنه يعمل نوع من أنواع الانكماش في الاقتصاد التركي علشان يتجنب مجموعة من السلبيات التي سوفتت في الفترة القادمة لما يقول أنه بخافة حجم الاستثمار والإنفاق على المشروعات الاستثمارية في الفترة القادمة هو يوفر محاصيلة الدولارات الموجودة عنده حتى يستطيع أن يوفي بالتزاماته للعالم الخارجي الذي تتجاوز 180 مليار دولار خلال سنة 2018-2019 كل ما يملكه للسداد للعالم الخارجي 80 مليار وبالتالي 100 مليار الثانيين سيجيبهم منين وبالتالي هو يعمل نهم أنواع الانكماش الاختياري بحيث أنه لا ينفق على هذه المشروعات ويوفرها لسداد المجينيات الخارجية الحالة الثانية أنه يستهدف للمعادلات الفايدة أنه يوصل إلى 24 وعشرين في المية علشان يشجع الاضدخار ومن المعروف أن المواطن التركي هو من أقل الأفراد في عملية الاضدخار فهو مش بيشجعه على عملية الاضدخار هو بيشجع عدم الاختراض بغرض الاستهلاك لأن طبعاً لما يكون الفايدة على الماضدخارات 24% وبالتالي الفايدة على الاضدخار على الاقتراض سوف ترتفع لكن للأسف الفايدة على الاقتراض في اتجاهين الاتجاه الذي هو الكونسيومر لونز والكوربت لونز نعم دكتور حسن سنتحدث لاحقاً عن موضوع القروض والقطاع المصرفي ولكن ضمن إطار حديثنا عن الخطة الحكومية وعن خفض مستويات النمو أتحول لضيفنا من لندن أستاذ سلام سرحان الباحث بالشؤون الدولية والاقتصاد السياسي أستاذ سلام بماذا ستفيد الخطة الحكومية الأخيرة؟ هل سيكون لها أثر أم هي مجرد جرعة مهدئة؟ كما قال الضيف من القاهرة الاقتصاد التركي في حفرة عميقة جداً يعني لا يوجد أي إجراء يمكن أن يتخذ ليست له تداعيات سلبية على الطرف الآخر كما ذكر الضيف خفض الإنفاق ومستويات الفائدة المرتفعة ستقطع كل شرايين التمويل سواء الاستهلاكي أو مشاريع الصغيرة أو الكبيرة أو جميع الشركات ستجد الصعوبة بالغة جداً في الاقتراض في ظل المستويات الفائدة المرتفعة وترجيح الانكماش وارتفاع التضخم يمكن أن يسقط الاقتصاد التركي في حالة من الركون التضخمي يصعب الفكاك منها المسألة أيضاً أن هناك فقدان ثقة شبه مطلق بين المستثمرين وأسواق المال العالمية والمؤسسات المالية العالمية في مدى جدية المؤسسات التركية هناك تبادل أدوار مصطنع بين الرئيس التركي الذي يمسك بجميع الأوراق والكل يعرف أنه يعارض كل العلاجات الناجعة القاسية وبين صهره وزير المالية والخزانة براءة البيرق وبين البنك المركزي ولكن كل القرارات هي كأنها لا تذهب في العلاج نعم عندما نقول أن الحكومة خفضت توقعات التضخم من 21% إلى 16% للعام القادم لكن هذه الأرقام تبقى فوق المستهدفات بثلاث مرات فوق مستهدفات البنك المركزي يعني إلى أي حد نرى أن هذا التضخم الذي تسارع مؤخراً يكون هو المكان أو هو هذه الصخرة تتكسر عليها كل الخطط الحكومية وكل الإجراءات بالتأكيد يعني أعتقد التضخم سيرتفع أكثر من ذلك بكثير يعني لا يمكن نعم نعم لماذا نسأل عفوا كان لحضرتك سيد السلام ولكن بكل حوال سنعود لاحقاً لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع إنما بعد هذا التقرير حيث سنستعرض الآن مع ضيوفنا ومعكم مشاهدين تقرير حول تعرض الليرة التركية لحالة نزيف غير مسبوقة هذه الحالة امتدت تداعياتها إلى معظم القطاعات الاقتصادية وأربكت خطط المستثمرين لكن لماذا هذا النزيف وما التوقعات الإجابة الآن مع الزميل نور الدين لم يتطلب الأمر سوى تسعة أشهر حتى تتهاوى قيبة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لتفقد ما يقارب من نصف قيمتها وتصبح ثانية أسوأ عملة من ناحية الأداء في العالم وذلك بعد البيزو الأرجنتيني فماذا حدث؟ لعل تدخل الرئيس رجب طيب أردغان في مجريات المشهد الاقتصادي كان له الأثر الأكبر فأردغان أشعل مخاوف المستثمرين مع إصراره على تبني نظريات مخالفة للقواعد العلمية الاقتصادية والمصرفية فهو معارض لرفع معدلات الفائدة بأي شكل لدرجة أنه وصفها بأب وأم كل الشرور بالطبع عدت معارضة أردغان لرفع معدلات الفائدة إلى تأخير البنك المركزي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية وذلك في الوقت المناسب لسيما في ظل تحقيق نمو اقتصادي يتطلب في ذلك الوقت رفع معدلات الفائدة مما دفع إلى تداعي ثقة الأسواق في المركزي وستزايد الشكوك أيضا في مدى استقلاليته مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها بل وتتداخل معها أيضا تتلخص في أن الجانب المظلم من وطيرة النمو السريعة للاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة اعتمد على الديون الخارجية أكثر من غيرها ليصبح الاقتصاد أكثر هشاشة وعرضة لتقلبات سعر الصرف كما سنرى لاحقا الشركات والبنوكة التركية استفادت من حقبة معدلات الفائدة المتدنية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية مما شجعها في ذلك الوقت على الاقتراض بكثافة بالعملة الصعبة كالدولار واليورو وغيرها من العملات من خارج الدولة وهو ما أدى إلى تضخم الدين الخارجي التركي لأعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 467 مليار دولار في الربع الأول ومع استحواذ أيضا القطاع الخاص على 70% من الديون الخارجية فإن انخفاض الليرة يعني زيادة عبء تسديد هذه الديون بالعملة الأجنبية ليؤدي بذلك إلى تعثر الشركات في سداد قروضها الأجنبية وربما أيضا السقوط في شبح الإفلاس ويتحول الأمر من أزمة سعر للصرف إلى أزمة ديون ويسقط الاقتصاد التركي في فخ ديونه الخارجية التي كانت يوما ما سببا أساسيا للقفزات الهائلة في معدلات النمو الاقتصادي ويبقى التساؤل هنا هل تنزلق تركيا إلى ركود اقتصادي انخفاض قيمة الليرة بالتزامن مع اعتماد كثيف على الوردات سواء للاستهلاك أو للاستخدام في التصنيع قفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات تاريخية لتسجل نحو 18% وفقا للأرقام الرسمية وهو أعلى مستوى منذ 15 عام الأمر الذي ضغط بتأكيد على البنك المركزي تركي في النهاية لرفع حاد لمعدلات الفائدة ويدخل بذلك البنك المركزي في دوامة الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم قيمة الليرة التركية لكن رفع الفائدة في المقابل من شأنه أن يؤدي إلى طباط الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وربما أيضا يسقط الاقتصاد التركي في براثن الركود التضخمي وهي الحالة التي تضعف فيها وطيرة النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع مستمر للأسعار وارتفاعا في معدلات البطالة وتصبح الرؤية المستقبلية أكثر قتامة للاقتصاد التركي الذي نمى بواقع 7.4% خلال العام 2017 مما وضعه بين أسرع الاقتصادات نموا العام الماضي فالبنك المركزي التركي نفسه يتوقع نموا بـ 3.4% أي نصف ما كان عليه الاقتصاد في العام 2017 وكانت توقعات S&P أكثر سلبية أيضا حيث تتوقع سقوط تركيا في انكماش اقتصادي العام المقبل مع ارتفاع التضخم إلى 22% نعود الآن إلى الحوار مع ضيفينا من القاهرة أستاذ اقتصاديات تمويل في جامعة القاهرة دكتور حسن الصادي أهلا بك معنا من جديد ومن لندن سيد سلام سرحان الباحث في الشؤون الدولية والاقتصاد السياسي أستاذ سلام نتحدث عن موضوع التضخم مستويات العالية ورغم خفض توقعات تضخم للعام القادم هي تبقى أعلى بثلاث مرات من المستهدف إلى أي حد هذا سيفشل أي خطة للحكومة بصراحة التقرير الذي قدمتموه الآن كان وافيا بشكل استثنائي لكل مشاكل الاقتصاد التركي التضخم من المتوقع أن يتجاوز حتى 21% أعتقد التوقعات حتى بيرات البيرق أعتقد ذكر أنه سيصل إلى 20.8% هناك حفرة عميقة وعوامل كثيرة بدأت هي فعلا في الاندفاع الاستعراضي لخطط الرئيس أردوغان وتحفيز الشركات على الاقتراض من الخارج وإنشاء مشاريع تكاد تكون عديمة الجدوى يعني لو أخذنا على سبيل المثال مطار إسطنبول موقع إسطنبول القريب من أوروبا لا يجعلها محطة للرحلات الطويلة إلى أستراليا وإلى شرق آسيا وهو مشروع محكوم بالفشل وعليه ديون هائلة يعني باستثناء الخطوط التركية لا أعتقد أن أي خطوط أخرى يمكن أن تستخدم هذا المطار وديونه ارتفعت تضاعفت أكثر من مرتين بسبب تراجع الليرة التركية يعني هو اقترض تقريبا ستة مليارات دولار في عام 2015 الآن تعادل أربعين مليار ليرة ومعظم عوائده من الرحلات الداخلية قصدي أنا فقط أنه أريد أن أشير إلى وجود مشاريع هائلة استعراضية بديون عالية بديون عالية جدا الشركات الخاصة هناك تقديرات لوكالة موديز بأن الديون المستحقة على الشركات التركية يمكن أن تصل حتى يوليو المقبل إلى 230 مليار دولار تأتي بالليرة والليرة منخفضة وهكذا الاقتصال التركي في حفرة عميقة جدا دعنا نتحول الآن إلى ضيفنا من القاهرة دكتور حسن الصادي نعلم أنه إجراءات كثيرة اتخذها البنك المركزي أكثر من عشر إجراءات منذ أغسطس لكن حتى الآن الليرة تتهاوى وتلتهم معها مكاسب رفع الفائدة فإلى أين نتجه برأيكم؟ الاتجاه هيكون أكثر سوءا من الوضع الحالي لأن فيه تضارب في القرارات ما بين أردوغان والبنك المركزي أردوغان غير راضي بالكامل على قرارات وسياسات البنك المركزي والبنك المركزي جهة مستقلة لا يجوز عزلها من قبل رئيس الدولة ولكن يتم عزلها من قبل برلمان وبالتالي ليه حصانة معينة وبالتالي البنك المركزي اتهد مجموعة من الإجراءات وترتب عليها رفع سعر الفائدة في الفترة السابقة وقد يرفع سعر الفائدة أكثر في الفترة اللاحقة وهو ما يتعارض تماما مع سياسة أردوغان التي تهدف إلى السيطرة على أسعار الفائدة بما يساعد في عملية النمو الاقتصادي عن طريق الاقتراض الداخلي ولا يشجع على الادخار وإنما يشجع على الاستلاك حتى يدير عجلة الاقتصاد هذا التضارب ما بين السلطان العثماني والبنك المركزي بالتأكيد سوف يهوى بالاقتصاد التركي إلى مستويات لم نعfightها من قبل الآن الاقتصاد التركي مع مستويات التدخم التي توجد به احنا دلوقتي في حتة مسامية mines were in inflation احنا مش في high inflation ولما متخلص في ال hyper inflation علشان تخرج منه لازم يحصل نوع من أنواع الكращ للاتصاد وتحاولي تسيطارين على لا تستطيع السيطار عليها أدوات السيطار عليها الانفل понتغيضها ستؤدي إلى نوع من أنواع الركود هذا الركود سيؤدي إلى انخفاض الانتاج الناتج المحلي القابل للتصدير وبالتالي صدراتك ستقل وبالتالي ورداتك ستزيد ورداتك ستزيد على سعر صرف أعلى من سعر الصرف الذي قبل وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع منصوات الأسعار في الداخل في نفس الوقت المنتجات التي يتم إنتاجها في الاقتصاد التركي سوف يتم تصديرها على سعر صرف منخفض وبالتالي ما يحصل للمنتجات الداخل التركية أسعارها بتزيد. والمنتجات التركية خارج تركيا أسعارها بتقل. فهي يحصل استنزاف كامل للاقتصاد التركي. حتى يحصل نوع من أنواع الكراش. يحصل نوع من أنواع الانهيار الاقتصادي. الانهيار الاقتصادي يستتبع وانهيار سياسي في الدولة. يحصل نوع من أنواع الريفورم للسياسة والاقتصاد في نفس الوقت. علشان تقدر تركيا تخرج من الوضع المحمولية. إذن لأنا تحدث عن مخاطر كبيرة. حتى على القطاع المصرفي كما تفضلتم. يعني وضع القطاع المصرفي الآن كيف نصنفه؟ بالتأكيد القطاع المصرفي سوف يدفع الثمن. لأن القطاع المصرفي هيحصل إيه؟ لما تيجي تقول أن سعر الفايدة على الوضايا 24 و 25%. النوبة ليس لحدة حيامل من أنواع الاستيلاك. كله سيروح لعملية الاضخار مع القطاع المصرفي. القطاع المصرفي هيعمل بالفلوس ذاته. انتراف سعر الفايدة بدرجة مرتفعة جدا على المقتردين. المقترد دواتي إما شركة عايزة تقترد علشان تمول عمليات انتجية. إما فرد عايز يقترد علشان يمول عمليات استهلاكية. في الحالتين لا الشركة هتقترد ولا الفرد هيقترد. الفلوس ذاته هتروح فين؟ الفلوس ذاته هتروح في اتجاه أزون الخزانة. اللي هتولى أردوجان بالتأكيد هتوسع فيه إصدار أزون الخزانة. حتى يستطيع أنه يلم الدولار من السوق اللي يلبي به احتياجاته لسداد المديونات التاليجية العلية التي تقامت بدرجة كبيرة. وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ أوراق مالية هي اللي بتدور في الاقتصاد. لكن الاقتصاد نفسه بيحصل له نوع من أنواع الانكماش والانهيار الغير مسبوك. وهيبه صعب جدا السيطرة عليه في الفترة دوت. وقد تؤدي طبعا. مش هيحصل نوع من أنواع الإفلاس فيه البنوك. لأن البنوك في الحالة ديت هتبقى أثرى أو أكثر الجهاد ثراءا في الاقتصاد التركي. لأنها تتعامل على أوراق مضمونة تماما من قبل السلطان العثماني أردوغان. ماذا عن تفاقم العجز في الميزانية إلى حوالي 11 مليار دولار في ثمانية أشهر؟ وخطورة هذه المسألة؟ كما لاحظنا من حركة الليرا بعد تصريحات براءة البيرق. انخفضت الليرا أعتقد في الساعة الأخيرة. كما لاحظت من 6.2.4 إلى 6.2.9 تقريبا. معنى ذلك أن الحكومة التركية بعيدة جدا عن ساعة الحقيقة. ساعة الحقيقة لن تصلها تركيا. إلا إذا أصبحت هناك ثقة بأن هناك قرار اقتصادي يعتمد على القواعد الاقتصادية الراسخة. ويريد أن يخرج من الأزمات المتراكمة. هذه الثقة قام عدومة تماما جميع المؤسسات العالمية والمستثمرين والأسواق والمصارف. تعرف تماما أن أردوغان يمسك جميع الأوراق وهو غير راض على حتى رفع الفائدة وعلى كل العلاجات. عندما لا تكون هناك ثقة بأن العلاجات أخذت لمعالجة الأمر. فبالتأكيد ستستمر الأزمة. هناك فقاعات كثيرة ستنفجر. كما قال الضيف من القاهرة. لا يمكن أن تنتهي الأزمة إلا بتغيير سياسي تام. أعتقد ستنفجر فقاعات كثيرة. وكما هو ذكر أن المصارف ستكون الأثرة بسبب الإدخار. لكن المصارف أيضا مكشوفة على عدد هائل من الشركات التي ستؤدي الأزمة إلى إفلاسها. فقط في الشهر يوليو هناك أكثر من 10 ألاف شركة تركية صغيرة وكبيرة وأفراد وحتى حرفين أعلنوا إفلاسهم في تركيا. لذلك الأمر ستنفجر فقاعة أردوغان في النهاية. شكرا جزيلا لك. وست سلام سرحان الباحث في الشؤون الدولية والاقتصاد السياسي من لندن. الشكر أيضا لضيفنا من القاهرة أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة دكتور حسن الصادي. موسيقى 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 اشتركوا في القناة